وبهدف الوقوف على الحالة الأمنية ومتابعة إجراءات تنفيذ الخطط والمهام المكلفين بها قام الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد عناصر القوات المسلحة والشرطة بالنطاق شمال سيناء قام الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد عناصر القوات المسلحة والشرطة بنطاق شمال سيناء للوقوف على الحياة الأمنية ومتابعة إجراءات تنفيذ الخطط والمهام المكلفين بها حيث تفقد مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة سير العمليات الأمنية واستمع إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات بواسطة قادة القطاعات لمتابع به أبطال القوات المسلحة والشرطة من خطط مشتركة لاقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على حالة الاستقرار التي أدت إلى عودة مظاهر الحياة إلى طبيعتها بمعظم مدن وقرى شمال سيناء بدرجة كبيرة كما عقد لقاء مع مقاتلي القوات المسلحة نقل خلاله تحياتي والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة والدفاع والإنتاج الحرم لهؤلاء الأبطال لما يبذلونه من جهود وتضحيات أدت إلى استعادة الأمن والأمان وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء والحفاظ على إنجازات ومقدرات الوطن وقدمتهم التهنئة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء كما قام بتكريم المتميزين تقديرا لتفانيهم في أداء مهامهم لدعم جهود الأمن والاستقرار بشمال سيناء كما قام بجولة تفقدية تضمنت المرور على مدينة رفح الجديدة التي تم إنشاؤها بأحدث النظم المعمارية لتكون مجتمعا سكنيا عمرانيا متكامل الخدمات والمرافق كما قام بزيارة رئاسة مجلس مدينة الشيخ زويد والتقى بعض الأهالي والمواطنين في شوارع المدينة الذين قدموا الشكر والتقدير لأبطال القوات المسلحة لعودة الأمن والأمان بكافة أنحاء مدن وقرى شمال سيناء أعقبها أقدو لقاء مع محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات الأمنية والمرور على مستشفى العريش للقوات المسلحة لمتابعة مراحل إنشاء وتطوير مركز علاج الأورام بالمستشفى والذي أنشئ بأحدث النظم العالمية ليقدم خدمة طبيعية ميزة لأهالي مدن وقرى شمال سيناء حضر الجولة التفقدية قام الميداني وعدد من قادة القوات المسلحة